الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إنني وجهت نظري إلى بيعة الغدير فوجدت أن مواثيق بيعة الغدير هي التي ترسم لي برنامجا مواثيق بيعة الغدير هي التي دفعتني كي أبحث عن منطق علي لا عن منطق أرسطو إنني أعرف منطق أرسطو جيداً فأنا أستاذ من أساتذته لكنني وضعته جانباً بيعة الغدير قادتني إلى منطق علي ووقفت هناك في فناء علي متدبراً متفكراً في منطق علي ووجدته منطقاً واضحاً يهيمن على عقلي وقلبي وروحي وضميري المنطق العلوي هو الذي شخص لي منهج معاريض القول منهج لحن القول ومن هنا كانت البداية فتمازجت حقائق القرآن مع حقائق حديث العترة الطاهرة وانبجست من بينهما عيون صافية إنها العيون التي وجهني إليها المنطق العلوي انبجست تلك العيون الصافية الغزيرة الفوارة بفيضها من بين حقائق القرآن المفسري بتفسير علياً وعلياً 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 فقط انبجست تلك العيون العلوية غيداقة غيداقة بكل طهرها فواحة بكل عطرها إنه دين العترة الطاهرة الذي يتسامى فوق الظنون وفوق الأهواء ويتأبى يتأبى أن يكون نتيجة لاجتهادات باطلة واستحسانات خرقاء ولقذارات جمعوها من هنا ومن هناك وقالوا عنها علوم العلم عند علي وآل علي فقط مثل ما قال باقر العلوم باقرهم أبو جعفر إنه محمد ابن علي ابن الحسين فالآن بحاجة أن أعرف الحسين من هو الباقر هو الذي يقول حينما دار الحديث في مجلسه عن الحسن البصري فقال فليشرق فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا وأشار بيده إلى صدره الشريف فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا إلا من صدور علي وآل علي هناك الدين وهناك العقيدة وهناك الشريعة وهناك الحقيقة وهناك الحق يدور يدور معهم حيثما داروا صلوات الله عليهم الحق يتبعهم هم لا يتبعون الحق لماذا لأن الحق يكون عارضا وهم الجوهر الجوهر لا يتبع العوارض الحق عارض من عوارضهم هم الجوهر هم حق الحق وهم حقيقة حق الحق وهم عين حقيقة حق الحق وهم مجمع أسرار عين حقيقة حق الحق لذا يدور حولهم هؤلاء هم أئمتي وسادتي محمد وآل محمد أبرأ إليهم من علم أصول الفقه وأبرأ إليهم من علم الكلام ومن علم الحديث ومن علم الرجال وأبرأ إليهم من الاجتهاد بكل تفاصيله نظريا وعمليا وأبرأ إليهم من دين المجتهدين ومن عقائد المجتهدين لها لحنة على دينهم وعقائدهم إنه المذهب الطوسي القذر اللعين